أقارن الأعداد ذات سبعة أرقام فأكثر وأرتبها أستكشف أولاً هذه القارات الخمساء الآهلة مرتبة حسب عدد السكان تنازلياً آسيا، أمريكا، أوروبا، إفريقيا، أستراليا وهذا ترتيبها حسب قيس المساحة تنازلياً آسيا، أمريكا، إفريقيا، أوروبا، أستراليا وهذه إحصائيات لعدد السكان بحساب النسمة في القارات الخمس دون ترتيب ألف في سبعمائة ألف ألف في خمسمائة زائد مليون في سبعة عشر مئة ألف في سبعة آلاف وخمسمائة مليون في ستمائة سبعة وسبعون مئة مليون في أربعة وثلاثون وهذه أقيصة القارات الخمس بالكيلومتر مربع دون ترتيب عشرة ملايين وخمسمائة وخمسة وعشرين ألف ثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثين ألف سبعة ملايين وسبعمائة ألف أربعة وأربعون مليون وتسعمائة ستة وثلاثون ألف اثنان وأربعين مليون ألف أعد جدولاً إحصائياً لعدد سكان هذه القارات ومساحاتها سنقوم بحساب عدد السكان لمعرفة سكان كل قارة ألف في سبعمائة ألف يساوي سبعمائة مليون ألف في خمسمائة زائد مليون في سبعة عشر يساوي سبعة عشرة مليون وخمسمائة ألف مئة ألف في سبعة آلاف وخمسمائة يساوي سبعمائة وخمسين مليون مليون في ستمائة سبعة وسبعون يساوي ستمائة وسبعة وسبعون مليون مئة ملايين في أربعة وثلاثين يساوي ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون باء ما عدد سكان القارات الخمس؟ عدد سكان القارات الخمس ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون زائد سبعمائة وخمسين مليون زائد سبعمائة مليون زائد ستمائة وسبعين مليون زائد سبعة عشرة مليون وخمسمائة ألف يساوي خمسة مليارات وخمسمائة سبعة وثلاثين مليون جيم ما مساحة القارات الخمس؟ مساحة القارات الخمس أربعة وأربعين مليون وتسعمائة ستة وثلاثين ألف زائد اثنان وأربعين مليون زائد عشرة ملايين وخمسمائة خمسة وعشرين ألف زائد ثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثين ألف زائد سبعة ملايين وسبعمائة ألف يساوي مائة خمسة وثلاثين مليون وأربعمائة واحد وتسعون ألف أستكشف ثانياً يمثل الجدول التالي نفقات العنوان الأول لبعض الوزارات خلال سنة ألفين وواحد ألف أصنف الأعداد الممثلة لنفقات العنوان الأول لبعض الوزارات خلال سنة ألفين وواحد وفق عدد أرقامها ثم أرتبها ترتيباً تصعودياً وزارة التربية مليار وثلاثمائة وستة مليون وسبعمائة وسبعة وأربعين ألف وزارة الصحة العمومية خمسمائة تسعة وعشرين مليون وثلاثمائة تسعة وعشرين ألف وزارة التجهيز والإسكان تسعة وستين مليون وتسعمائة وسبعة وتسعين ألف وزارة الشؤون الإجتماعية مائة وإحدى عشرة مليون وتسعمائة وسبعة عشرة ألف وزارة الفلاحة مائة اثنان وسبعون مليون وخمسة وسبعون ألف نفقات العنوان الأول خلال سنة ألفين وواحد عدد أرقامها ثمانية تسعة وستون مليون وتسعمائة سبعة وتسعون ألف نفقات وزارة التجهيز والإسكان نفقات العنوان الأول خلال سنة ألفين وواحد عدد أرقامها تسعة خمسمائة تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة تسعة وعشرين ألف مائة وإحدى عشرة مليون وتسعمائة وسبعة عشرة ألف مائة اثنان وسبعون مليون وخمسة وسبعون ألف نفقات كل من وزارة الصحة العمومية ووزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الفلاحة حسب ما جاءت مرتبة نفقات العنوان الأول خلال سنة ألفين وواحد عدد أرقامها عشرة مليار وثلاثمائة وستة مليون وسبعمائة وسبعة وأربعين ألف نفقات وزارة التربية باء أحدد الوزارة التي نفقاتها أكثر أعلل إجابتي نفقات وزارة التربية ثمانية أرقام دال أرتب هذه الوزارات حسب حجم نفقاتها ترتيبا تصعوديا وزارة التجهيز والإسكان وزارة الشؤون الإجتماعية وزارة الفلاحة وزارة الصحة العمومية وزارة التربية أوظف ثالثاً ألاحظ جدول توزيع المياه الجوفية العميقة بحساب المتر المكعب حسب قطاعات الاستغلال بالجمهورية التونسية خلال سنة 2001 ألف أتم في كل مرة بالقطاع المناسب وأعلل إجابتي قطاع الفلاحة يستهلك أكبر كمية من المياه الجوفية العميقة لأن هذا الأخير يضم أكبر المساحة استهلاكاً للمياه قطاع السياحة يستهلك أصغر كمية من المياه الجوفية العميقة لأن هذا القطاع محدود وموسمي باء أرتب القطاعات الأربعة حسب استهلاكها للمياه الجوفية ترتيباً تنازلياً الفلاحة الماء الصالح للشرب الصناعة السياحة رابعاً ألاحظ جدول الصادرات والواردات ببلادنا للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2001 وأنجز المطلوب ألف أتم في كل مرة بما يناسب بلغت الصادرات أكبر قيمة خلال شهر جونفي بلغت الصادرات أصغر قيمة خلال شهر ففري بلغت الواردات أكبر قيمة خلال شهر أفريل بلغت الواردات أصغر قيمة خلال شهر مارس باء ألاحظ قيمة الواردات وقيمة الصادرات في كل شهر وأقدم ملاحظات لأصدقائي نلاحظ أن قيمة الواردات في كل شهر تفوق قيمة الصادرات من نفس الشهر ترجمة نانسي قنقر شكرا